رحل القاتل من قريتهم فظنوا أنهم سيدخلونها بسلام آمنين أم وأطفالها ضحايا جدد لألغام ميليشيا الحوثي في تعز بعد أربعة أيام فقط من عودتهم لمنزلهم في قرية القوز بمديرية جبل حبشي بعد رحلة نزوح شاقة انفجار اللغم أدى إلى عصابتهم جميعا إلا أن حالة الأم الصحية أكثر حرجا وتقرر بتر قدمها تقول الأم الموجوعة والمفجوعة بأولادها إنها ظنت أن من هجرها من منزلها ونهب محتوياته سيكتفي وسيكف أذاه بمجرد رحيله ولم تتوقع أنه سيترك لها لغما مزروعا قرب خزان ماء حدثة تكررت كثيرا ففي كل منطقة دحرت منها الميليشيا خلفت وراءها أهلة الموت الخفية تتربص بالمدنيين وتحصد أرواح الأبرياء دون توقف التقارير الحقوقية التي رصدت أعدادا مهولة لضحايا الألغام الأرضية المضادة للجروع والمضادة للأفراد التي نهبت من مخازن الدولة بعد اشتياح صنعاء وتلك المصنعات محليا منذ بداية الحرب أكدت أن أغلب الضحايا من المدنيين وأن الألغام زرعت بصورة عشوائية في مناطق سكانية وفي الطرقات وزير حقوق الإنسان وفي تصريح له قال إن الألغام التي تزرعها جماعة الحوث المسلحة تسببت بإصابة ثمانمائة وأربعة عشر مواطنا بإعاقة دائمة منهم ثلاثمائة وأربعة وسبعون بطرت أطرافهم مؤكدا أنها جريمة ضد الإنسانية ولن تسقط بالتقادم يوما ما قد تضع الحرب أوزارها لكن الألغام واحدة من مخلفاتها الثقيلة التي ستستمر في حصد أقدام الضحايا وأرواحهم بصمت كبير وكثير من الألم دون أن تحرك صور الضحايا ومعاناتهم ضمير العالم وتجبره لتحرك لوقف هذه الجرائم